إيه رأيك في قصة النهاردة؟ هي قصة طبعاً موضوع المشاكل العائلية منتشرة كتير جداً وأكتر حاجة بتأثر في الأطفال في صغرهم موضوع المشاكل الأسرية دي أكتر حاجة بتعمل الأمراض النفسية لما بيكبروا أكتر حاجة بتسيب أثر في البني أدمين عمتاً يعني زي ما يقولك ترومان هي حاجة مكملة معاه في حياته كلها النقش في الصغر كالنقش على الحجر يعني أي حاجة بتحصل وهما صغيرين بتفضل معلمة جواهم لغاية ما بيكبروا الزاكرة بتبتدي تتكون إمتى؟ الزاكرة بتبتدي تتكون من نقول من ثلاث سنين بيبتدوا يستوعبوا يعني ثلاث سنين يقفكرين؟ أه طبعاً يعني أنا خلتي توفد وإحنا عندنا ثلاث سنين أنا مش فاكرة خالص يا داكتر حتى مامي بتاع تفكرني بيها أنا مش فاكرة الزمن اختلف تكنولوجيا بقت مطورة الدماغ بشكل مش طبيعي دلوقتي من ثلاث سنين يقعد يركز معي ويفتكر لي حاجات؟ جداً جداً كل حاجة كل حاجة يفتكر بس مش طبعاً مش زي بعد كده يفتكر حاجات بسيطة يمكن يفتكر جدته ويفتكر مواقف آه يفتكر طبعاً انتي بتلاقي الطفل عنده ثلاث سنين دلوقتي وبيتكلم كلام انتي بتستغربيه أصلاً تقولي إيه دا انت عرفت دا مني فالتكنولوجيا طورت الدماغ بتاعت الأطفال بشكل مش طبيعي طب وإكرام بقى دلوقتي إيه راجي في مامتها؟ هي حالة مرضية إيه دا وده بيبقى مرض؟ أه طبعاً ولا بتبقى الأم عايزة تشلها أنا عايزة عمل لإبني الأصلح الأم حنين البيت دا الأب الأمين والأم الحنين فالأم في حالة إكرام هي تجردت من كل معاني الأمومة خالص إحنا بيجي وقت علينا آه في الأول من المفكر وإحنا سويارين بأنانية أنا وعايزة أبقى لمجرد ما بيبقى عندك طفل ويكبر قدامك خلاص بتنسي نفسك نهائي وكل اللي بتفكر فيه الطفل دا أنا حربيه ازاي؟ بس أحياناً بيبقى العكس بتحسي أن الأب بيبقى حنين أكتر الأب بيبقى حنين أكتر والأم مركزة تحسي أن صح صحة في فلوس في مش عارف إيه؟ دا ممكن يعمل عند الطفل مشاكل؟ طبعاً طبعاً يعني كل واحد يقوم بدوره أحسن؟ طبعاً الأب أمين الأب أمين دايماً والأم هي الحنين فهي فقدت إكرام العامل للحنين في حياتها طب وليه ما كانش ينفع الأب إن هو يرجع إلهام؟ يعني ليه دايماً الست بتتبع الراجل في شغله؟ طب ما أنا جالي ورث ما ضحيتش ليه وجيت معايا أحنا نعرفش ظروف الأب إيه برضو؟ ممكن هو مرتبط بشغله مرتبط بنيته هي الست اللي بتبقى تابع الراجل مش الراجل اللي بيبقى تابع الست دا فيه ناس بتعتبرها إهانة ليهم ليه بقى؟ هي دي ثقافة مجتمعية ماينفعش الراجل يروح مع امراته ويريحها؟ لا مش حكاية ثقافة مجتمعية القوامة هو حسس أن الست هي اللي تابعه ومش هو تابع الست أيا كان كانت كانت تقدر توازن الموضوع دا كانت تقدر تشوف حد يتابع موضوع الورثة في البلد كانت تقدر تشوف حاجات كتير قوي كان يقدر هو يروح معاها برضو يا دكتور إليه كان يقدروا مثلا يروحوا يتابعوا ويرجعوا هو استقراره هنا هو عامل مكانه في المكان دا كان شافع يشوف شغل هنا عشان يرايح دماغه ويكسب عائلته؟ احنا منعرفش وجهة نظر الأب في الموضوع دا إيه بس أنا كحاجة حالة عامة لا دايما الست هي اللي بتتبع جوزها مش الراجل هو اللي بيتبع مراته بيعتبروها إهانة بيعتبروها إهانة في حقوق دايما يقول لك لا ما يصحش أيوة إهانة هو أنت لتصرفي على البيت اوه يعني زي يقولك مثلا بتبقى الستة مثلا معروفة أو يقول لك مادام فلان اوه لازم يقول مادام فلان ما يفعلش يقول دا مراته فلانة لا يعني الرجالة فعلا ممكن تزعل لو حد قاله انت جوز كذا جوز فلانة اوه طبعا دا تجوز سريع بسلام دي حاجة زعل؟ طيب مش معنى أبو سريع بسلام ما بيزعلش وأخو سريع بسلام ما بيزعلش لا بس انت تبع البابوكي وأخوكي انت اللي تبعا لهم مش هوم التبعين مهجوزي أنا تبعا وهو تبعني أنا متقالي انت مرات بس القوام المين للراجل دايما دي حاجات من قديم الأزر تفاولي